من ايام قليلة اعلن انتقال مهند لاشين لاعب نادي طلاقع الجيش لنادي فيوتشر يعني كان في مفاوضات واعلن رسميا امس انتقال اللاعب لنادي فيوتشر نادي فيوتشر نادي واحد يمتلك مجموعة من اللاعبين المميزين اللي معظمهم لعبوا للاهل ولعبوا للزمالك ومنهم للعب منتخب مصر ونادي بيسعى ان هو يعني يجيب لعيبة مميزة تكون اضافة ليه خصوصا من الممكن ان يشارك الموسم الجديد في بطولة مثلا الكونفدرالية ممكن هل من حق اي نادي انه يتعاقد مع اي لعب من حقه هل من حق اي نادي انه يبحث عن مصلحته اكيد ما الاندية موجودة ليه عشان تبحث عن مصلحتها وتشتغل لصالح ناديها وتجيب الافضل ومن هنا انا كخالد الغندور هقول وجهة نظري في مهند لاشين لانه ارتبط وكأنه كان هناك صراع على شراء هذا اللاعب الفز والاسطوري للانتقال هل يروح فيوتشر ولا يروح نادي الزمالك ثم اختار مهند لاشين واستطاع فيوتشر الانتصار على نادي الزمالك ليمضي مهند لاشين لنادي فيوتشر ويترك نادي الزمالك مع كل الاحترام والتقدير لهذا اللاعب من وجهة نظري الكروية لو انتوا تفقوا في كلامي هذا اللاعب لاعب جيد ولكن ليس لاعبا اساسيا في نادي الزمالك اذا جاء لنادي الزمالك سيكون لاعبا بديلا طيب تعالوا نتكلم كده في الكورة هل مهند لاشين لعب شويت يعني لعيب بيجيب جوان شوت لا هل هو قوي جسمانيا او بدنيا في نص الملعب لا هل هو لعيب هداف بيجيب جوان اديكو يعني احصائية مهند لاشين السنة اللي فاتت لعب تلاتين ماتش جاب جون وعمل اسست مهند لاشين هذا العام لعب تقريبا عشرين ماتش او اكتر ولا جون ولا اسست لكن هناك ريقيا ان هو لعب جيد في ناس تقولك مثلا عمر السيسي اللي بيلعب جنب مهند لاشين لعيب مهم جدا ولعيب مميز جدا طيب ما نيجي نقارن بقى اللعيب اللي انا عايزه في نادي الزمالك عامل ازاي اجي اقولك لعيب رقم تمانية لان مهند لاشين يميل اكثر لرقم تمانية فما تيجي تقول مثلا فرجاني ساسي فرجاني ساسي هل لعيب بيعرف يشوت من بره التمنتاشر؟ هل لعيب بيزيد وبيجيب جوان بدماغه؟ هل لعيب بيعرف يربط ما بين خط النص وخط الهجوم وخط الدفاع؟ هل لعيب مهاري يستطيع تحت ضغط انه يستخلص الكورة ويبصيع صح؟ هل فرجاني ساسي لعيب عنده خبرات سواء مع منتخب تونس او سواء مع نادي الزمالك في البطولات الافريقية او سواء لعبه في كأس العالم؟ هل فرجاني ساسي كان لعيب مهم جدا كرقم تمانية في نص الملع طيب مجأة قارن لعيب عندي خلقتله المكان ده زي امام عشور اللي هو رقم تمانية هل امام عشور شويت؟ هل قوي بدنيا؟ هل بيشوت برجله يمين والشمال؟ هل بيلعب بدماغه؟ هل سريع؟ هل قوي؟ طيب انا ماجي اجيب لعيب طبعا انا بابني فرقة من خلال رئيس نادي الزمالك مشتر مرتضى منصور كابتن كبير كابتن جمال عبد الحميد امير مرتضى منصور مستر فريرا فانا بابني فريق يكون بقيمة نادي الزمالك يعني نادي الزمالك طب هل في الجاني الساسي كمان لعيب لعب لأنديا جماهيرية؟ يستطيع انه يتحمل الضغوط يتحمل الضغوط الرهيبة يستطيع هل بالمقارنة دور مهند لاشين في منتخب مصر ايه؟ كلعيب دوره الماتش اللي فات اعتقد كابتن جلالك هتنزله في الدقيقة 95 كتغيير خامس ومالحقش ينزل انا لا اقلل من مهند لاشين ولكن انا بتكلم على نادي الزمالك يا جماعة نادي الزمالك نوعية اللعيبة اللي الزمالك عايزها فانا شايف ان امام عشور افضل بكتير من مهند لاشين والاتنين بيلعبوا في المنتخب تمام؟ فامام عشور هو الاساسي على مهند لاشين فانا ما اجي اجيب لعيب عايز اجيب لعيب افضل من امام عشور عشان يلعب في المكان ده وفي الحتة دي نمرة اتنين نادي الزمالك محتاج نوعية زي فرجان اساسي زي امام عشور النوعية دي زي لعيب ممكن يكون مثلا لعيب زي يحيى جبران ايمن حسوني في اللي هما يعني في نص الملعب عندهم المهارة وعندهم القدرة على تحمل الضغوط الجماهيرية وعندهم خبرات البطولات الافريقية ولعبوا منتخبات قبل كده سواء منتخب محليين مع المغرب مثلا انا بدي امثلة والله ومعرفش ده ممكن لان انا عندي معلومة يعني ان بعض لعيبة الوداد كان لديهم الرغبة في الرحيل عن فريقهم بعد نهاية البطولة لكن بعد كأس العالم للاندية بعد فوزهم ببطولة افريقا الاندية ابطال الدولي وكأس العالم للاندية وكأس السوبر فبعض اللعبة هيكون عندهم الطموح ان يلعبوا في كأس عالم للاندية عندهم الطموح ان هم يعني ياخدوا بطولات اكتر واكتر وبالتالي انا بقول لك على النوعية انا شخصيا مثلا شفت في منتخب غينية لعيبة في نص الملعب مميزة جدا لعيب رقم عشرة بيسلم تحت ضغطه بيرقص واحد واثنين وعنده قدراته احنا عايزين لعيب كده جماعة احنا عايزين نادي الزمالك عايز لعيب بالنوعية دي عايز لعيب بالنوعية دي عايز لعيب زي مثلا كان عندنا محمد ابراهيم انا دي وجهات نظري في لعيبة مهرية كده تصنع لك الفارق لعيب زي احمد حمزي بتاع مونتريال الكندي ده اللي كان بيلعب في النادي الاهلي وفي الجونة لعيب عنده كده حاجة مختلفة في كرة القدم لازم اللعيب اللي ييجي نادي الزمالك ده يا جماعة يكون لعيب مختلف لعيب ممتع لعيب عنده قدرات لعيب مهاري لأعلى درجة لكن لعيب بيعرف يباصي ويرقص لي طرقستين وما فيش ولا أسست ولا جون ولا اي لا انا دايما احترامي طبعا انا مش مسك الملف ده